اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل النهاردة فقرتنا الحوارية في اخر النهار متعلقة بواحد من الملفات اللي اعتقد كتير جدا من المصريين مهتم به ايا كان تخصصه او مجال عمله وهو مجال التطوير العقاري او الاستثمار العقاري او الوحدات السكنية او اللي بيسموها كده السلع التي لا تبور كما يقولون يعني ومهم انه طول الوقت نبقى احنا فاهمين ايه اللي بيحصل في مجال التطوير والاستثمار العقاري ايه الفرص الاستثمارية المتاحة ايه الجديد ايه الشركات الجديدة اللي بتقدم افكار استثمارية مختلفة وخدوا بالكوا انه الاستثمار العقاري في مصر خلال السنوات الاخيرة اصبح مختلف عن زمان زمان كانت ابوهات ثابتة دلوقتي الشركات في التطوير والاستثمار العقاري بتتبارى بافكار اوتوف دا بوكس او خارج الصندوق اولا من اجل انها تتميز وتنافس وتتفرد في المنافسة بينها ثانيا عشان تقدم افضل خدمة للمستهلك او للعميل النهاردة هنتعرف على شركة من الشركات المهمة العاملة في هذا المجال وهي الشركة المصرية للاستثمار العقاري اللي مشرفني بنور للأستاذ طاري اسماعيل مدير التسويق والمبيعات فيها اهلا بيك اطلبين اهلا بيك اطلبين اخبار ساعتك ايفان مشرف ان نور بدون ساعتك ايفان انا سعيد انا مع حركة نور الساعة والشرف ليا شكرا جزيلا ربنا كلا حركة متفق معايا انه مجال التطوير العقاري والملف ده بقى اهتمام لكل المصريين حتى اللي ما بيشتغلوش فيه بالضبط النهاردة الاستثمار العقاري هو اهم شيء او اهم حاجة استثمارية سلعة استثمارية موجودة في مصر تمام بس انهار ازاي استفيد منها ايوا ازاي اقدر اعمل منها فالور ازاي ان انا اخد مكان كويس المكان دي يقدر ايجيب عائدلية بعد كده صحيح احنا الشركة مصريها الحمد لله من سنة 2005 في الاسوق المصري كل مشاريعنا في مدينة مارسة علم كل مشاريع كل مشاريع في وسط مدينة مارسة علم ايه انا عندي انا في شركة مصريها ست مشاريع في مدينة مارسة علم كي منهم بالفعل تلك مشاريع تم تسلموا قبل كده وهو مشروع كنزة هوليدي كنزة هاوس كنزة مول وده كان أكبر مول تجاري موجود في مدينة مارس عالم لساعة 160 محل ده في وسط المدينة بالزبط دول تسلموا خلاص تسلموا أنا كنت عامل كمان حالة كنا عاملين في شركة مساحة حالة جريبة إن حراكة أنا كنت بسلمك تسليم فوري بعشرة في المية فقط مقدم بالفرش بالأجهزة بالتكيفات بكل شيء يعني حراكة هتلاقي المقدم يعني ندفع المقدم بس عشر في المية واستلم الوحدة بالفرش بالأجهزة بالتكيفات بكل شيء يعني حراكة النهرة أنت كنت بتحسيبها لا اتمنى الفرش هو أقل يعني أنت ترفع مقدم أقل من أنت واجد فالحمد الله كنا عاملين حالة كويسة جدا وابتدلنا نشهر أو نتعرف عن طريق الكلام بتاعنا ده ممتاز بالزبط طب هو السؤال الأول ليه اخترتوا مارس عالم وليه مركزين كل استثماراتكم في مارس عالم هقول حركة تانبي الأجانب عارفنا أكتر منه هراكة النهرة الأجنبي أول حاجة بيحطها في البلان بتاعها وهو نازل بيقضي أجازها هي مارس عالم هراكة مارس عالم تعرف هراكة أن هي أكبر مدينة سياحية موجودة في الشرق الأوسط كله متساعد في الشرق الأوسط 120 كيلو متر الشاطئ بتاعها 60 كيلو متر شمالي و60 كيلو متر جنوب زائد وسط البدين فالنهاردة مارس عالم هي أكبر مدينة سياحية في الشرق الأوسط تانية حاجة في مدينة مرسى عالم هراك النهارة في حاجة اسمها بحارة النيزك ايه بحارة النيزك دي بيقولوا مقولة اللي فيه نيزك التالف الدرب سنة 96 في القر اعمل بحارة البحارة دي معوجودة للاستشفقة بس الاجانب بيقولها من كل مكان في العالم كله عشان الاستشفقة في البحارة دي ليه احنا كمصری ما اعرفش عننا chez بحارة النيزك اه عشان النيزك اللي أتغرب فيه تانية حاجة هراك النهارة في حاجة اه او انا مجربتاش اه طبعا انا رحت هناك بس جميلة ان شاء الله ساعتك دي انجربة ان شاء الله ساعتين بس افاده هتطلع اتلاقي نفسك حاجة طانية فعلا والله العظيم حاجة جميلة جدا اه مش اسطورة يعني مش مثل لا مش اسطورة لا ده الاجانب بيجوا موجودين على طول هو بيقعد ساعتين يطلع بيحصل استشفاء الجريب للجسم الكاب سبحان الله دي احنا منعرفهاش دي ات موجودة في مدينة مارس العن هاي هراك الدلفن شوء هراك قلت انه طول الساحل هناك مية وعشرين كيلو ستين كيلو شمالي وستين كيلو جنوب اه دي اطول 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 مدينة سياحية اه طبعا مش موجودة في مدينة مارس العن بسم الله احنا مفروض احدا كما صنعين ما نعرفش الكلام ده هراك الدلفن شوء هراك لما تروح الجرداء شرب تتفرج عليه وتقع في المدرجات فوق صح لا هراك انك في محمية للدلفن طبعي بتنزل معهم بتعون في البحر مع الدلفين اه مع الدلفن في البحر نفهمني دي احنا مانعرفهاش اماكن رائعة مش موجولة ده ها يسمعها ودي الجمال ودي الجمال ده اه نرح ودي الجمال ده جميل فيه جميع جمال الندرة اللي موجولة في العم مش موجولة جن عندنا حنا صحيح احنا مانعرفش عنها حاجة مدينة مارس العن لا هيا انا معاك الحياة من المدينة مارس العن ما خ thankedش حقها الحياة من التسويق ومن الإلقاء الضوء عليها أنا رحتها زمان قوي في الافتتاح ومع أنه كان لسه ما فيش غير فندق أو اتنين بس لكن الحقيقة أنا قلت أنها نواة لمدينة ساحلية ما فيش زيها بالضبط النهارة إحنا كمسطنين كمان من استبعد المسافة دي مشكلت النهارة الدولة مشكورة عملت حياة جريبة يا مستطنة إيه هي إنك خلتك النهارة حلرتك تلف مصر كلها في 4 ساعات بالطرق الجديدة اللي اتعاملت والحاجات الجديدة فالنهارة بيش بعيدة عاما خالص هي طريق هذا الوقت الطريق الجلالة هو طريق بتاع الجلالة حراءك الجرداء يعني بعد أنها تجرره على أوه بالضبط بقليبة 4 ساعات في total بالضبط بقليبة السريعة لو هيعدها هيبقى في الجرداء ساعتين ثلاث ساعات تبقى في مطار مرس these دا فيه مطارين المدينة الوحيدة اللي فاهم مطارين مطار مرس obama الدولي ومطار برنس الدولي أيوه صح المدينة الوحيدة اللي فيهم مطار برنس الدول لسه مفتتح بقى لحوالي شهر صح والتنين شغالين والتنين شغالين ودوليين عشان أكبر عدد من الأجانب شغالين هناك لا والزباة تفضلت حتى اللي بيستبعد المسافة عنده وسيلة الطيران بالزبط والطيران سأل الله حضراك هيبقى هناك عنده مطارين مومنين مصبوط فالنهاردة المكان احنا لازم نروح نشوف المكان وحلوة الكناة ده بالإضافة بقى للمقاومات بتاعت المناخ اللي موجودة هناك حاجة المناخ حراكة حراكة رائعة رائعة فالمكان هناك حاجة طفر أنا فاكر كمان المياه هي جنت ربنا في الأرض المياه هناك مياه فيروزية مفيش منها ده ده أنا عاوزة لحظة لك حاجة الشاطئ الوحيد المصنف على مستوى العالم موجود في مرسة عالم اسمه شاطئ شرم اللولي شرم اللولي اللولي شرم اللولي ده الشاطئ الوحيد المصنف على مستوى العالم هو التالت عالميا في مصر كلها في مصر كلها ما فيه شاطئ مصنف على مستوى العالم جرشار بن لول التالت واحد التالت على مستوى العالم على مستوى العالم كله فحاجة رائعة حاجة منتقى عشان كده احنا معظم مشاريعنا موجودة هناك ونستفين جمان بالاجالم اللي هما بيشتجلوا هناك في مجالات مختلفة تمام ندقى باستثنين لك وحدك مش بس كده قولي بقى اولا انت قلت على تلت مشاريع عملتوها وسلمتوها اللي هو المول كنزه هاوس كله كنزة فيه تلت بشاريع منهم مشاريع اللي بنكلم عليه دلوقتي كله قوتلات غير المول اه غير المول كله فنوكي اه كله فنوكي المشاريع اللي بنكلم عليه نهاره هو مرسى ادرس مرسى ادرس دورت في مدخل مدينة مرسى عام حلي بالك ادرس كانا انت هتخبط في بتاع دوباي لا هو عشان فعلا عنوان مرسى علم حركة او مدخلش بمدخل المدينة مرسى علم هو على ايه حركة الشمال في مدخل المدينة بزر فموقعه رائع مش بس كده مرسى قدر الزوت مفهوض ان يتسليمه خلال سنتين خلال سنتين من التعاقل مع العلم ان انا باني دلوقتي 40% من الوحدات يعني انا مش رجال انا مش ببيع على الارض لا انا باني 40% من الوحدات موجودين فعلي وحدات ايه بقى اشرح لنا كده وحدات فندقية اللي هي الوحدات اللي موجودة بتاعت الفندق الفندق دوت قدامه جبل يعني انت عندك الفندق في غرف فندقية هو كله غرف اجنحة فندقية اه هو كله اجنحة فندقية كله اجنحة فندقية ملكية انهارا الاجنحة ديت الفندق بتاع مرسى ادرس هريك هو قدامه جبل الجبل ده اتبعنا انا ما هديتش الجبل استفدت منهم حياتان ورا الجبل في البحر هريك انا عامل فوق الجبل هعمل بحيرة من مية البحر عن طريق مواد رفع وعن طريق المراخات اللي انا بعمل تبع عليها شوية كده بس طريق فوق الجبل هتعمل بحيرة الجبل طوله 9 متر بالزبط كويس تمام حلو وانا وراي البحر عمل مراخات مية جايب من مية البحر فوق الجبل عمل بحيرة من مية البحر اول فندق هيبقى البحر جوه الفندق مش تروح له ياه اول فندق في مصر هيبقى الفبحر بتاع جوه الفندق فكرة حلوة انا استفدت بالجبل الجبل ده نازل منه شلال مية انا انت حولت الجبل بدل ما يبقى عائق في الرؤية حولته الى جزء من الفيو وحطيت عليه مية البحر علشان تبقى من مقاومات الفندق وجايب لحضراتك البحر جوه الفندق هيبقى اول فندق جبل جوه البحر اللي هو ماكس الادرس اللي قالك ايه اللي جبل جبل بحر عشان كده حلجبناهم مع بعض جبنا البحر فوق البحير لازل منه شلال مية عامل كريسة اللاجون حوالين الموضعكم بالاضافة الست حمامات السباحة بالاضافة الاكوابارك اللي بتتعامل انا مخلص 40% زي ما قلت الساعتك الوحدات اللي انا بيبيعها هي من المبدية مش لسه هنيه يعني الوحدات اللي احنا بنعرفها اه يعني فيه الميزة انه العميل يقدر يشوف وحدته على قبل الوقت مش عرف الصور بالزبط هي الريض مادية جال ان انا عندي في الشركة نموذج للفرش اللي بيستلم بيه الفرش والتشرباء مش بس كده حراك النهارة عشان انا بعمل كده تكاهل حراك انا سعر كام انا بعت المرحلة الاولى تمام كنت باخد 4000 جنيه استشاهري لمدة 10 سنين بس بس فيش مقدم فيش اي حتى هو 4000 جنيه استشاهري لمدة 10 سنين سبتين سبتين لمدة 10 سنين تمام من الجير مقدم دي ايه ما ادخد مقابلها ايه بتاخد مقابلها ان انت بتستلم خلال سنتين الواحدة دي قد ايه الواحدات عني فيه مسيحات مختلفة بتبتدي من 45 متر لحد 100 متر تمام 45 متر لحد 100 متر تسلمها بالفرش بالاجهزة بالتكيفاء بكل شيء تسلم مفتاح خلال سنة مش رشري بس لا بالفرش يعني انا ما بحملكش كمان هيدك الفرش ولا تكيفاء انا بلك مفتاح يعني افتح واسكن بالظبط المرحلة التانية للوقت حراك اهلا عرضنا ب6000 جنيه لمدة 10 سنين ده في المرحلة التانية الاولى خلصة لك البربعة تلاف جنيه النهاردة المرحلة التانية ب6000 جنيه تكهل حدث مش كنت تجيل يا رئيس اهلا بنا باربعة تكهل درقتي فبو ستة ده مشكلة في المرحلة التالت هتبقى بكامة هتغلى بر فالنهاردة انت بره في المرحلة التانية واكد حاجة كويس مش بس كده عشر قاتل ساعتك المشاهدين بلد 6000 جنيه انا هعملها 5000 جنيه لحد يوم الخمس اللي جاي للمشاهدين برنامج اخر نهار من ساعتك ربنا يا اكرمك بس لحد يوم الخميس ده اللي هو خليها السبت مش معنا يعني عشان ديهم فرق عشان ويك ان خليها السبت انت انت غايل اتنين وتقولي الخميس يا خليها السبت عشان برضو بقى في نفس ما فيش مشكلة هتبقى 5000 جنيه بس للمدة عشر سنين السلام خلال سنتين بالفرش بالاجهزة بالتكيفية طب بس الخمس تلاف جنيه ده المتغيرين ما انت قلت ان في عندك مساحات مساحات انا بتكلم على بداية المساحة بتاعتك اه لا الخمس تلاف جنيه سابت وعندي نفس 45 متر ده يعني سويت لا يا فن السويت هو ببقى جورفة نوم والحمام ووفيس صغير لا انا عامل جورفة نوم ريسبشن اوفيس جوه ريسبشن حمام دول في الخمسة واربعين بالخمسة واربعين مال يعني يشيل لحد اربع افراد ورفة نوم ورسبشن ووفيس رسبشن وحمام ووفيس هي مطبق صغير مطبق صغير وحمام كله بتستمبل فرش بالاجهزة بالتكيفيات بكل شي خمس تلاف جنيه لمدة عشر سنين اصط شهرية شهرية كل شهر خمس تلاف جنيه مدد عشر سنين فيش لمؤدم ولا دفعة حجز بص دفعة حجز بص علي رئيس عشان في الناس بتخش تبكش لا لا هقول لها داك ما انا بقول لك هوا فيه مطورين بيخش في التلفزيون يقول لك ايه اتفعلي بقى تروح بقى تلاقي فيه قصات سنوية وقصات ربع سنوية وخمسية بص علي سعادتك حاجة بداية المرحلة بتاعت او بداية المساحة بتاعة الخمسة واربعين متر هي خمس تلاف جنيه مفاشها كل ما بده عالة بالمساحة بيعلى لا اما بعلى في القسط لا اما هو عاوز نفعة سنوية بعمله انما الخمسة واربعين متر هو اللي يعوز هو اللي يعوز بشهده لان انا قريدي هعلى بالمؤدب وهعلى بالاسط بدل ما كمس تلاف عقلى بالمساحة فهعلى بالمساحة فهعلى بالاسط المواطن اللي عايز بساحة اعلى بالزبط ياما يعلي الاسط لانما هو اللي يطلب يقول لك انا افعادتك انت عندك عشر سنين المبلغ ده كزا حددك هتنفعوله في خلال عشر سنين على حسب امكانياتك انت على حسب بيونيسيب احتياجاتك مفهوم متأكدها زي مقطع بالفرش بالاجئزة بكل شيء الاستلم امتا خلال سنتين خلال سنتين خلال سنتين اقصى حاجة انت كده او كده وحدتك موجود من العصد يعني قبل ما اتمروا سنتين هاكون مستلم ده اقصى معادلية هو سنتين طيب مش بس كده يا تابع انا عامل بره ميزة تان طيب حراك خلال السنتين حبيت تقدى اجازة حداك هتعمل لا لسنتين لسه مستلمتش مستلمتش حبيت تقدى اجازة انا بدا حراك اسبوع هدية لحد بعد الاستلام في اي مشروع من مشاريع الشركة المصري هاي في اي فندق من فنادي من اي فندق من فنادي الشركة المصري هاي لك اسبوع هدية بتقضيف اي مكان من الاماكن دي بعد السنتين كمان الاستلام حراك حبيت تستثمر طب انا بقول لها حراك لو حبيت تأجره احنا بنأجره لك حبيت انت تأجره أجره طبعا انت واحد بيها للفندقية بكمية الفرش بالهاو سكيمينج بالردس جميع الكلمات الفندقية تستفيد بها تعمل تفسير ما انت عايز ده ما كان فعندي الكريت ان انا لأجره او احنا بنأجرهولي انت حراك لسه في البداية محتاج ان انت حد يساعد معاك في البداية بعد كده حراك بتفهم ان واحدك تضدية فبتبتدي انت تأجره انا بأجرهولك وبالتنزل معاك وبقى معاك عادي سنو بالاجار بتاعه فالنهاردة هتلاقي حراك بعد كده حتى الهدك بتاع المبالغ اللي هي الشهرية بتنزل معاك ودخلك داخل من اول يوم من الاستدامة يعني من اول يوم حراك بتستنفيه اه طبعا انا بأجر الوحدة والدخل ده هو اللي بتفعل الاسط او بتجدع حراك ليه فانت بتستفيد بيه بالاضافة بقى ان انا بستمتع بكل الخدمات الفندقية طبعا ده الميزة ان حراك تشتريه في قرية او فندق قرية حراك انت بتعمل كل حاجة صح الفندق انت بتاخد كل الخدمات الفندقية بتاعتها صح كل الخدمات حراك بتكونها منجانة مصبوط تدفعش فيها حاجة صحيح بس حراك انا عاملك رؤية للمكان حراك المعمول هناك بالجبل اللي انا بتريد تعفر فيه اللي شجالين فيه رؤية تانية خالص المشروع اسمه ادرس مارسة ادرس عشان هو على مدخل مارسة على مع الشمال بالزبط هو مدخل مدينة المرسة فهو احسن مكان في مدينة المرسة وانتو بنيين بالفعل حوالي 40% من المشروع 40% من المشروع مدني وما ببيعش للوحدات اللي بني تمام يعني انا ما ببيعش حاجة بتكون لسه على الارض لأ انت حراك بتختار الوحدة المدنية تختار الدور اللي انت عايزه بتقول لنا نعوي ازاي بس واضع ان انتو يعني متخصصين ورواد بس في الاستثمار الفندوق العقاري بص هقول لحركة حياتي النارة لو انا ببص الكزا حاجة او انا متخصص هنا وهنا وهنا ما بيقش متخصص صح انا لما اتخصص في حاجة واحدة وابدع فيها هو ده النجاح مش النجاح ان انا تقصص في كذا حاجة وافشل في الكل انا متقصص في معنى معين ان انا ماسك الاستثمار الفندوق ده بتاعي ده زي ما بنقول كده حركة لعبتي عارفين بنعمل في ايه فعشان كده انا بطلعلك اعلى دخل منه وبديك انهرة في عامل جالي قال لي مش هعافي امتلك معاك مش هعافي اشتريش الهاتف انت بتوفر سلعة اقل من كمتر يعني انا بديك قيمة بديك حاجة اعلى يعني سعرها اقل من الحاجة بتاعت يعني انا بوفر لك حاجة دية مثلا بمعاشرة جنيه فهمني هي تساوي مئة جنيه ومش بس كده لا ده انا بديها لك كمان بتكلفة انت مش هتحس بيها ما هو اخد بالك اللي انا لمحته او فهمته على قدي يعني طبعا لا فاندي واسمارة اخرى مع حضراتكم انه بتعملوا معادلة اللي هي بيسموها وين وين سيتيواشن يعني الشركة بتبقى كسبانة ومكسب الشركة بيجي من مكسب العميل نفسه بالزبط كده فانا طب انه هرى انا لما استثمر للعميل انا كسبان ايه طب فيني ازمي تقولك طب ما تاكل انت الوحل واستثمرها الوحل ايه ليه تستثمر هاد اولا انا ما بيع 50% بس من المشروع و50% بقدر ليه انا كشرك كل مشاريع كده 50% بستثمرها ليه و50% بديها المشروع نيجي للنوط للعميل للعميل ديجي النهارة حراك انت عميل نعيه وحراك روح هراك هتاكل ازاست المياه ب3 جنيه انت اونر ها الاكل والشرب هتاكله بنفس التكلفة او بزياد 10% على التكلفة كويس ليه حاجة قليل ايه لأو لكن العميل الاجنابي اللي جاي هياكل واشرب جواه المكان لا ده يتزبط بقى هو بالاسعار السياحية الموجودة ده يتزبط انا بكسب وحراك بتكسب تمام يعني انت بتعاملني كعميل لو انا اونر بتعاملني معاملة صاحب المشروع انت مالك بالزبط فتاكل نفس الامتيازات كلها كرجل اونر في المشروع بتاعي تمام طالما انا اشتركت معاك وشلت معاك الاستثمار من البدري شريك معاك انت مش عامل معاك هراك انت شريك معايا في المشروع هيا الفكرة المختلف ده ان العميل هنا بيتحول الى شريك من البداية مع المطور العقاري او المستفقى العقاري بالزبط ايه ده الفكرة جديدة لحمان ان انت راجل شريك معايا في المشروع انا بكسب وانت بتكسب أنا باستفيد وحركة بتستفيد بل بالعكس أنا بيدر لك لأن أنا عارف المشروع ده هيجيب لك فلوس إزاي لحد أما أنت يبقى على كده بتاكل الخبرة وبتديره الوحدة صحيح وده عمل عملتها كتير معان بعد كده هو فيهم هو بيعمل إيه ابتدى هو يدير المشروع الوحدة ممتاز فهو لأ نفسه بيكسب هنا وبيكسب هنا مع العلم أنه هو يكون حاجة بقيمة ضعيفة جدا يعني النهارة أنا بيكونش منك مؤدم النهارة أي حد بيبيع دي مهمة أوي فكري في ناس كتيرة بتبعنا عندها مشكلة في دفع المقدمات طيب حد رأيك أنا أكل مؤدم ليه وإنت لسه ما استلم معنيش حد رأيك أنا أبيع لحد رأيك دي دي 18 جنيه هتقولي الديهاني كل العشر صح صح أنا النهاردة لسه ما استلمتش مع أن وحدتك موجود وإنت المفروض لما تستلم خلال سنتين هتبقى دفع إيه لو إنت دفع 5000 جنيه مش أنت خمسة ولا رجعت في كلامه هما 5000 جنيه ولا رجعت في كلامه الواجب اللي عملتوا معنا فخمسة بتكلم في سنة يعني 60 ألف في السنة يعني قبل ما تكون بكمل 120 ألف هتكون استلم الوحدة بتستلم وحدتك مش كده بالكامل بالفرج بالأجهزة بالتكيفات فيش حاجة في النصة طريب إيه أفادي أنا بقول له حراك الوحدة دي تكلمسة واربين منتين اللي أحنا بتكلم فيها 5000 جنيه استشاهري لمدة 10 سنين ما فيهاش أي حاجة فيش وديعة مش عارف إيه وديعة دي تكلم في الوديعة في وديعة في وديعة النهاردة أبص لما تهركت روح مكان تشتري فيه ويقولك ما فيش وديعة ما تشتريش منه يا سلام دي نصيحة مننا طمام هراك النهاردة اشتريت في المكان ده أنا مش أقول منك وديعة بعد سنة هيبقى عامل إزاي طب التاني عامل إزاي تاني بتكلم بقى النحايا بقى ما فيش صيانة ما فيش صيانة فبالتالي قيمة سوقية للوحدة وعد لكن أنا أشرك معاه فبفضل أحافظ على المكان معاه طب الوديعة معقولة ولا إيه فاني بقى أنا كل اللي بجده في الوديعة سبعة في البيئة من ثمن الوحدة ما بتدفعهاش جدا ما تستلم من ثمن الوحدة الإجمالي بس السبعة في البيئة دي انت بتعملها وديعة أنا ما أخدهاش بتعملها وديعة في البنك عشان نصرف على المكان ده بدل ما يجع حرارك كل سنة أقولك معلش مستطامن فيه عند حرارك عشر طلب جديد وده بيحصل لا النهاردة ده بنعمل وديعة عشان نصف على المشروع بالكان عشان أحافظ لك عليه الوديعة دي مش لي أنا مش للشرك أنا مش هستفد بيعها الوديعة دي لك انت عشان تعافظ على المكان بتاع وعشان قيمة سوقية وحديتك تفضل عليك هراك انت عندك اختيار تاني ما تدفعش وديعة بس ما تستعليش على مستوى الوحدة أو مستوى الخدمات أو مستوى المكان صح هتلاقي هراك اللي خسراه مش أنا خسراه النهاردة التواكن الوحدة دات بجنيه عوز بعد 3 سنين تجيب لك 10 جنيه مظبوط لا انا موفيش وديعة هتجيب لك 50 جنيه فالوديعة دي مستحر دا كلام مظبوط طريبي حديك شرفتني ونوارتني وأنا كنت سعيد بتواجدك معانا أنا أكتر يا فنين وبشكرك على العرض الخاص اللي انت عملك لمشاهدي آخر النهار وان شاء الله قريب قوي تستضيفونا شكرا جزيلا شكرا جزيلا باشكر حضراتكم كل ستحليقاتنا النهاردة بكرة نهار جديد